اعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح باب التطوع للمدنيين للاتحاق بالقوة الاحتياطية الدفعة الثالثة استمراراً للمرحلة الأولى وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين وقد بدأت التجهيزات في المرحلة الأولى من خلال استقبال اللجنة المنظمة للمتطوعين وذلك استعداداً لانطلاق الدفعة الثالثة استمراراً للمرحلة الأولى من تدريب القوة الاحتياطية تلبية واجب الدفاع عن مملكة البحرين هو من أسمى معاني الولاء للوطن والقيادة إذ حب المواطنون من أقارب منتسب قوة دفاع البحرين والحرس الوطني إلى المشاركة في التطوع للقوة الاحتياطية مؤكدين الحرص على أمن واستقرار الوطن في جميع الأحوال من خلال الاستجابة اللافتة وتجاوباً مع قانون القوة الاحتياطية خدمة الوطن هذه واجب علينا وأول ما شفت الإعلان طبعاً ما تردت أن نكون ننتسب حق قوة الدفاع البحرين ونكون نحن القوة المساندة لهم وهذا شرف كبير لنا أن نخدم وطننا في شتى مجالاته وبالأخص طبعاً كنا في قوة الدفاع البحرين ووطن لا نحميه لا نستحق العيش فيها لا يطول عمرك وتسهم بعض التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في تشجيع المواطنين على الانخراط في أداء هذا الواجب الوطني وذلك من خلال التعاون بين قوة دفاع البحرين ومختلف المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة لإشراك المواطن البحريني في القوة الاحتياطية التي تعد ذات أهمية كبيرة في أي بلد من ناحية البعد الاستراتيجي والأمني اللي خلاني أقلم سلامك الله على هذه الخطوة أن الرجل يدافع عن وطنه وأهله وعرضه وشرفه وإذا احتاجه وطنه يكون أول ملبين خصوصاً الرجل إذا كان عنده الله عز وجل أنعم عليه بالصحة والعافية ما يجلس في البيت يعني خصوصاً إذا احتاجه الوطن يعني هذه دعوة أيضاً لكل الرجال والقادرين من الشباب على التطوع يعني تطوعوا حتى إذا احتاجهم وطنهم يلبون النداء وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المساهمة في حماية الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه هو واجب وطني مقدس وشرف للمواطنين وأن الخطوات التي اتخذتها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تأتي تعزيزاً لمسيرة الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مملكة البحرين جهود جبارة تبذلها قوة دفاع البحرين من خلال استمرار عملية تسجيل المتطوعين في الدفعة الثالثة الذين توافدوا إلى مقر اللجنة المنظمة وذلك للالتحاق بالقوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين